السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم عزائي الطلاب؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله عزائي نبدأ درسنا لهذا اليوم المرحلة الابتدائية الصف الثاني الفصل الدراسي الثاني المادة لغة نصوص قراءة موضوع الدرس الحاسوب عزائي سأقوم الآن بقراءة الدرس ونستخرج بعض التراكيب اللغوية ونتعرف على بعض معاني الكلمات الحاسوب زار أحمد وأبوه معرضاً لأجهزة الحاسوب وبينما هما يتجولان في المعرض قال الأب هل تعرف يا أحمد كيف تستخدم الحاسوب؟ رد أحمد نعم فقد تعرفت في المدرسة على أجزاءه وطريقة استخدامه فهذه شاشة تعرض الرسومات والمعلومات وهذه لوحة مفاتيح عليها حروف وأرقام تدخل بها المعلومات وهذه الفأرة يتحكم بها المستخدم في الوصول إلى ما يريد وهذا الصندوق فيه مئات القطع الصغيرة التي تؤدي آلاف الوظائف المختلفة الأب إنه جهاز مفيد يوفر الوقت والجهد فهو يكتب ويحسب ويرسم ويقدم كثيراً من المعلومات أحمد ليتني أملك حاسوباً متطوراً الأب بكل سرور يا بني سأشتري لك حاسوباً عند نجاحك آخر العام أحمد شكراً لك يا أبي وسأحرص على تعلمي المزيد عنه لتنمية مهاراتي فيه الآن أصل الكلمة بمعناها ما معنى كلمة تؤدي؟ هل هي؟ تقدم أم تعمل؟ أحسنتم تؤدي تعمل الكلمة الثانية ما معنى الوظائف؟ الخدمات استخرج من النص أربع كلمات مبدوعة بهمزة قطع همزة القطع تكتب وتنطق الآن الكلمة الأولى أجهزة أرقام أحمد أبي الواجب المطلوب نسخ صفحة 156 والآن وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر